السلام عليكم معاكم صلاحي بمقطع جيد من ماينكرافت يا جماعة والله اليوم بتحمس لأبعد درجة ليه؟ لأنه كنت اشتغلكم على فكرة جدا رهيبة اتخيل معاي الأفطال خارقين إذا تحولوا إلى قلوب إيش رح يصير؟ نعم صحيح اليوم البطال خاركات رح نحولوا إلى قلب وبعد ما نحولوا إلى قلب رح يعطيني قدرة واحدة من قدراته الجدا رهيبة بعشان هيك نصيحة مني إلك رح جيب لك إيش تاكله عشان تستمتع أكثر وتبتتابعوا بحلقة اليوم وكمان تابعوا الحلقة من البداية للنهاية عشان تشوف جميع الأبطال وجميع قدراتهم راهي عطونا إياها واجتني رسالة سرية من زعيم الأبطال الخارقين بحكي لكم يا جماعة اشتركوا في قناة الشخص الأدام كله وأنا سهيد لأنه بتعم كتير عضوحتوها عشان يمسودكم ويفرحكم وكمان لا تنسوا تحطوا لايك لأنه اللايك جدا مهم وهلأ نسمي بالله ونشوف إيش في عندنا قلوبة جديدة أو قلوب أبطال خارقين موجودة عندنا بحلقة اليوم أنت مان هارت حاطط لي بين قصين تشينج ماي سايز يعني أنت مان معروف عنه أنه قدراته أو القوة تاعته أنه بتحول كبير صغير وسط عملاق أتوقع فهمتوا علي بحتاج أربع لوان من لون الأحمر وبحتاج قلاس يعني بحتاج رمال وكل الأبطال الخارقين إذا بدنا نجيب قلوبهم نحتاج قلاس فأسهل طريقة عشان نجيب لي قلاس يا جماعة أنتوا عارفين نجيب رمال وبعد ما نجيب رمال نطبخهم لا يا حبيبي دايما معصوهاي بكل شي غير خليني أجيب الرمال هادي وبعدين نحطهم هون راح يجيني قلاس 13 حبة إيزي بلمح البصل وهلأ بقدر آجي هون وأخذ لي شوي من الورود هاي الجميلة 1 2 2 3 4 ونحط حبة قلاس هون ونحط اللون الأحمر حواليها راح يعطيني الأنتمان ناخد الأنتمان وعطاني جهاز مكتوب عليه نورمل أتوقع هذا اللي بغير حجمي صح جاهزيني يا جماعة 1 2 3 بوم يوه لونوسا ليه بصير بالعب لك يعني أي واحد اليوم بيش عجبني بأجيك وبدعس على راسه ما بدر أوصله حبيبي الله يا مصيبة يا جماعة كنت مفكر إذا كبرتم الحجم أتبحت لنا وأفجر أبراج التنين بشكله ما راح نقدر خلينا أرجع على شخصيته الطبيعية تحولته صغير إليه نملي والله هذا أنت ما نجي معه أرجع الحمد لله أرجعني على شكل طبيعي يعني الأداة هادي بتكبر حجمي وبتخلينا صغير كتير وبترجعني على حجم الطبيعي جميلون جدا ولكن جميل أكتر ويلفرين هارد المخالب الخارقة بحتاج أربعة آيرون المابقا في ويلفرين هذا اللي عنده مخالب بتطلع إيك مخالب من إيده وبعد جطعا الناس بش حطيه اللايك لصه وكمان اشتراك يعني اللايك والاشتراك التنين بكاملوا بعض التنين جدا مهمين بالنسبة إلي والله آيرون جولم يا آيرون جولم ولأ قبل آيرون جولم خلينا أجيب لي شوية فود لأنه إذا بتركزوا فعليا كلما أجيب قلب لازم أن أكل عشان أهيل شبتوا توقعوا قلب بولفرين يعطينا زي ما حكى سوبر كلاوز يعني المخالب الخارقة ولكن هادي المخالب هل عليها قدرات كمان الله أعلم أربع حبات الحمد لله رب العالم من أربع حبات والله أعطاني وعطينا حبة حبتية ثلاثة أربعة وعطينا القلب هاه أعطاني مخلبين يا جماعة شوفوا عندي المخالب تأتي ويلفرين والله جميل والله جميل جدا امطورين مكتوب أتاك أربعين يعني ضربة بيدبح أي مخلوق بكرة أنا عارف أنه التجرب عليك يعني عيب بس يعني بتجرب ماتت المسكينة أعططني 11 لحمة 23 لحمة عليا كمان لوتنج يعني هذا الأشي رح ساعدني أدبح التنين وأجيب العيون وأجيب البلاز يعني أعمل كل شيء عن طريق أدول مخالب والله شكرا القلب الثالث اللي عنا القلب الثالث اللي عنا يجي معه باتمان هارت كتب لأور ماشين بحتاج جولد والجولد أكيد عارفين من وين رح تجيبه لازم ننزل كيفينك سريع وأعطيني كمان زيادة من الفود يا حبيبي جيب أنا اللي بعرفه أنه باتمان ما عنده قدرات ولكن عنده مخ جدا حلو وعنده آلات احتمالك بريا أعطينا أداة من أدواته أو أهلة من آلاته في آيرون بحتاج ثلاث حبات لأنه الغولد ما عرف عنه أنا لازم نكاسر عطري بكاكس الغولد في صوت اندرمن وفي صوت ماء يعني قربنا على كهف يارب طلعونا الله ياخدكم يا سلام الكهف الجميل هيو حطوا البلوك هون عشان ما أتدمج وكأنني لمحت جولد أو الله حبيبي أعطينا أكثر الله يسمحكم بحتاج أكثر والله بحتاج أكثر والله جايحكي احتمال يكون في آيرون ولكن أعطاني شيء الأفضل الدايمون شكرا والله إذا شوف إذا في آيرون هون زيادة عشان أاخده لأنه بحتاج فلنت عند السيلو وبحتاج بكت وبحتاج كمان جولد ثلاث حبات يا ساتر يلحظ عنده هون حبة وأعطاني ثلاث حبات يعني هلأ بقدر أجيب تاعة باتمان أعطيني واحد بكاكس آيرون وهلأ أعطيني هذه الحبة لو والله في أكثر في حبة حبتين ثلاثة أربعة خمس حبات جولد والله جميل جدا هلأ أحط الجولد هذا يطبخ وبدي أسوي لي واحد بكت لأن البكت هات بحتاجه وبدي كمان حبة آيرون يعني لازم كمان حبة آيرون تطبخ قطحان الوقت إلى باتمان هارت يا ربي يعطيني أداة جميلة جدا بات سكرين لا تقول لي بيكشف الباتمانات اللي خف فيش كليك يميين بطلع لي الوحوش وبطلع الأورات هون فيه جولد مليون بالمية والله جولد يعني هل ممكن يطلع لي كمان الدايمون خلينا نقرب هون وكليك يميين ما في دامد قريب وعطينا بكة الماء هادا الجميل لازم سريع سريع نجيب قلوب السوبر هيرو القلب اللي بعده سوبر مان شوت ليزر فروم بيكاكس ها بحتاج ريد ستون ولكن ما بفهمتهم بحكيلي بضرب ليزر من البيكاكس مش من عيونه انت موت يا حبيبي ريد ستون ما فيه او لا 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 يسويت والله إنه ذكي زيادة على اللزوم ضغط عليها بالغلط والله بده ضغط عليها باتمان أشوف إذا فيه دامد صرنا قربين عليه عشان يظهر وبناس الوقت بدي ريد ستون أخيرا تعالي يا حبيبي يا ريد ستون بحتاج أربع حبات القر واحد أعطاني أربع حبات والله شكرا وعطينا أحلى سوبر مان هارت أتوقع ما ره يعطيني إشي إلا إذا استخدامت البيكاكس تاع بيحكيلي شوت ليزر من البيكاكس كليك يمين او لا لا إيش حرام والله يحرام عليهم الحمد للعش واحد رجعوه لأغراضي يعني بقدر أنا هيك أتدرك الوضع إيشي أهوان من الإشي يا جماعة على اللي صار قبل شوي إنه البيكاكس ضرب ليزر من البيكاكس الآيرون وحفر التحتي يعني إذا بضرب كمان ليزر مرة تانية بيعد يكسر لبلوكات والله جميل يعني أستخدم هادي هون بس كأنه البيكاكس الخشب الليزر تاعه أضعف ولكن لما كان مع البيكاكس الآيرون كسر بشكل جداً كبير والله أكبر على حسب البيكاكس يعني كلما كان البيكاكس أكبر أو يعني لستيش تاعه أعلى رح يكون الليزر أكوى يعني الآيرون كان أكوى من هيك يعني الدامد رح يكون عملاق الليزر تاعه ويكسر بشكل أكبر والله إنك السوبرمان إنت مش مزبوط المفروض والله يحذرني والله ما حذرني أبداً بدأ جمالي شوية خشب لأ ممكن بحتاج الخشب بشكل ما لا والله عندي خشب كتير مع قدرة ماكمان مع قدرة سوبرمان ندمجه بتندب مع بعض رح نقدر نجيب دامد كتير يعني كل علي يسوي إنه أنزل كيفينج أو أنزل على ارتفاع من خفض جداً الآن بيجي مطبوخ والله والكبر كمان مطبوخ يا ساتر هلأ عيوني السوبرمان إنه بتكسر وكمان بتطبخ والله يا جميلة دايمد والله دايمد طب الله ياخدكم مرؤوني أتوقع إذا بدرب هون بقيم اللافا كمان لافا ابعد عن دايمد دايمدي الجميل يجيني وفي دايمد الزيادة هون كمان نجيب لي إياه في هون دايمد والله إني ما يا ربي الحباء قضاء أنا غبائب إش طبيعي أنا ما عندي حماية من لافا أنطع اللافا شوف يا جماعة توقع لازم ألمى فيها ألمى فيها يعني الضروع من الآيرون دايمد يا دايمد الحمد لله دايمد دايمد بحتاج 30 حبة عشان أسوي لي أدوات وضروع من الدايمد جميلون جدا الزيادة وهذا دايمد زيادة يجيب تعال اتخيلوا هلأ بطل من الأبطال يعطوني فل آرمر والله بزعل منه آه في شغلة أنا كنت أجربها اللافا بس أهم إشي هلأ أنه أنا ما أدمج وأموت ويا رب يا جماعة الأوبسيدين يجيني بياجي 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 ولكن بدنا نطف اللافا طف اللافا طف اللافا طف اللافا بالليزر كم حبه كم حبه والله إنه فيه أوبسيديني كتير كم حبي يعطاني سبعتاش وفي دامد زيادة الفويد بكسر البدروك كمان أنا والله اليوم مش بعتموت صراحة ما نحب أموت الزيادة القلب الخامس آيرون مان هارت وكتب لي بين كوسين فلاي يعني محلك إذا هذا الإشي صحيح والإشي اللي ببالي يعني على طول طلعني فوق ندبح دجاج ونعطي نطير مع بعض أتوقع دجاجة واحدة كفاية لأنه أنا عندي المخالب عليها لوتينج وعندي فلانت أندستيل إذا هذا ربط عليها فلانت أندستيل بعدين دبعتها بيعطيني لحم أبكار مطبوخ يا مرحبة إبلعي أربع حبات بحتاج تمانية أعطتني ما شاء الله عليها والله هذه الدجاجة محترمة جدا 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 آيرون مان جبنا قلبه والله بدي أجرب أنط بطير بقدر أطير والله بقدر أطير بأخذ فل دمج أتوقع ما بأخذ فل دمج شافوا ما بأخذ والله جميل البرقم ستة سبايدر مان هارت باور أوف كبوب بحتاج سترينج كطة تعالي خديه ماتت أطتني حب الله يأخذها يا هلا والله والله الآن القلم تعب أن أنا طائر وضربتين بد بحك هاي سبايدر سبايدر تعال خذ ونحط الخيوط هون وعطيني أحلى سبايدر مان باور ويب شوتر أووو لما أضرب شوفوا كأنه بعلق بخيوط العنكبوت أووالله يا المسكين وبيموت كمان طب أنا بعلق فيها ما بعلق يا جماعة لما أضرب الوحش بعلق بالكبوب وأنا لما أجي هون بعد يجيني جام وحماية وسترينج وكمان بسر شو هي وكمان هادي يعني فعليا ست أنا أوفر بور ولسه قلوبي ما اكتملت إلى حد الآن ما أجبت جميع القلوب وبدأ أجرب الليزر خلان نعمل هيك يا ساتر والله بحفر كمية كبيرة والله أعرض من نتاع الآيرون صح القلب البعده ثور هارت يعني قلب ثور أكس لايتنج بحتاج أكس آيرون ولابس عنده لابس أكس آيرون هيو واللابس ززول هيو يعني ممكن بدرب الأكس صواعق أووالله شوفوا يا جماعة بحدد هون خد أنت ما بتثبط عليه يا جماعة حبة السيد تطورت لا تقولي اللي ببالي إذا برمي هاي راحت الهلمة ولكن الهلمة تطورت يا جماعة شوفوا أطيني إياها أي واجدتني ثونس اكس وسول سبيد لا الهلمة رجعت والله ما احترأت أضرب كمان مرة هون بطور لقاعد الدروع تاتي والله جميل يعني سلطها اللي مدرع ومطور كمان القلب اللي بعده ديد بول وبحتاج يعني لازم نروح على النذر نجيب لنا عيون ونجيب لنا كمان إبليس واتوقع هاد ما رح ياخد من وقتنا إشي فعليا لأن بقدر أطير وعند المخالب يعني رح نقدر نجيب عدد كبير من العيون وعدد كبير من البليس ونقول بسم الله ونشوف إيش فيه عندنا هون إشي جميل وأنا طير في عندكم قلعة والله موجودة ما توقعت تنتيجه بعض عشان بطير سبحان الله بدي أعمل هادي لأن هاي بتكشف الوحوش كمان بتاعت باتمان بليس بليس تعال سلام عليكم ممكن تنزل خد كم عصاي أعطاني أعطاني سبعة بحتاج الزيادة لو سمحت كمان واحد أدبحوا وما بحتاج السبونر فقط واحد يكون مراسبر في بليس طاق في اتنين أكتب من واحد أكشفكم بليس الأطول مرحبا كيف حالكم خد صار معي 13 أتوقع هذا العدد كفاية 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 سبايدرمان وينك سبايدرمان الله يرضى عليه أيوه هيلني 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 جاء أحكي لكم لازم نلاقي بايم أزرق شوفوا إيش أدامي أعطول بايم أزرق سبحان الله عشان عندك ميس الطيران بكون حظك جدا 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 جميل اندرمانين أو ثلاثة بحتاج فقط لا غير واحد ثمن عيون حبيبي ما لك إنها بالت خد وإنت كمان خد والله صار فيه عندي كتير يا ساتر جيب كتير يائف اندر كله يائف اندر والله الانفنتوري عندي ما لانا ايتيمات الكبرى أو طاقة ما بحتاجه ديد بول يعني حركات باللعبة هاي موجودة إذا لا تشترك فقط افعله بحكيلك إذا مش مشترك اشترك هلا والله يا جميل وديد بول توتم أتوقع إذا بموت أكثر من مرة توتم رح ترجعلي لأنه معروف في الديد بول إنه ما بموت أبدا بضله يرجع للحياة القلب البعده بحتاج بلايز باودر عشان أقدر أجيب هولك ومكتوب باردو سماش The Ground نرجع للقلعة أطول بحتاج بلايز مرحبا كيف حالك بيّن خد هادي والسلام عليكم لازم أتعلم عليك لازم وعطوناه الكارت Smash The Ground شوفوا عشان إحنا بالنظر احتمال أني أموت ولكن أنا عندي ديد بول ولكن احتياط لازم يكون دائما الاحتياط بواشبي يا جماعة بدي أروه على العلم الطبيعي وبدأ أجرب الكدرة تاعة هولك يا جماعة كأنه ما عندي فلنت اندي ستيل رميتها أنا لو والله هي عندي بإيدي يكون عندك كدرات الأبطال الخارجون وتكون كمان أحول ارمي العين باي اتجاه اوه ايش هايت تاعة هولك بقعد يطير عالي ودا هاكي ذيس يا جماعة دمر المكان فعليا دمر المكان شوفوا شوفوا لما أنوت ما عشفت بقعد طيرنا عالي وبعدين لما وقع تحت بيعمل انفجار ولكن إذا أنا رجعت طرت بكدرة آيرون مان وأبعدت على المكان اللي كان مفروض أنزل عليه وانزلت على مكان تاني هل الانفجار رح يضل موجود خلينا أشوف او والله موجود يعني هاد القدرة بقدر أعملها عراس التنين اليوم والله جميل والجماعة أي واحد وصل لديها هاي من المقطع بالله عليك اكتب لي شي أفضل بطل خارق أو أفضل قدرة بطل خارق اللي لحد ديت الآن انت شفتها او مش لحد ديت الآن فعليا احنا شفنا جميع القدرات تاعت الأبطال الخارقين وهلأ بقى إشي واحد وإشي ما قلت لكم عليه إنه في اليوم عنا تنين جديد غريب بمنظر شوي غريب واسمه راح يكون ثانوس الدراغون يعني تنين دراغون تا ثانوس أيوة تحت هيها تحت تحت والله لأجيك طيران أحط هدول هون تنين جيتك أو ثانوس الدراغون جيتك مكتوب ثانوس الدراغون والتنين في إيش حوالين راسه يعني لازم إنه أتبحه بسرعة بلاشاني يعمل القدراته الغريبة العجيبة يا ساتر يا الموت ديت بول برجع التوتب يعني عادي إذا بموت بدي أجرب أكسر بالليزر هل بنكسر؟ البدرك بنكسر ولكن هادي ما بتنكسر وهذا آخر برج آه أنا قلت بدي أكبر حالي بدي أتبح و أنا كبير تعال تعالي يا دراكون تعال عندي مخالب عملاقة جدا وكمان بقدر أطير بس ما بقدر ألمسه يام عفن طيب والله لا هناك ما بدك تموت أهينك أنا هون بدي أخلي حجم صغير وأجي هون بالمخالب والله بتدمج منيح طب وأنا طاير ألحك وأنا صغير كيوت بس هاد الحوالي الرأسه يا جماعة إيش هاد أتوقع إذا ما يخب ظني أحجات هنوس تاعة الستون سبايدر مان بيعطيني سترينك سبايدر مان وهلأ إذا بقرب عليه وبدربه ضربه أتوقع راح يدمج أكتر بمشكلة ما بقدر ألمسه والله بعيد أيوه جميل جميل جدا قرر بيموت يخرب بيته دخلت بعين وأعطيته بوكس إيش بوكس أعطيته بالمخالب بالله بعينه مات عطول والله يا جي جي دبعته أنا صغير يا جماعة وبدأ فوس باللعبة وأنا عملا ولهوين يا جماعة ها وصلنا هات المقطع لا تنسوا اللايك والاشتراك في القناة كلمة حاطبة في تنسائل وشكرا للموقت الجاي بأمان إلا اشتركوا في القناة